لكن معي مباشرة زميل منذر أبو دوح من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات منذر طلعنا على آخر التطورات العملية الانتخابية وما تتابعه داخل غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات والهناك أي تشكاوى من المواطنين أو شكاوى في أي من محافظات الجمهورية الأربعة عشر؟ تحيات إليك بداية زميلتي العزيزة ولضيفك الكريم ولكم عزاء المشاهدين بالفعل غرفة العمليات مازالت منعاقدة والتي بدأت مع تاسعة من صباح اليوم وفتح باب الاقتراع أمام الناخبين في عشرة آلاف ومائتين واربعين لجنة فرعية موزعة على أربعة عشر محافظة بالفعل تستمر في التواصل مع القضاء في اللجان الفرعية وكذلك رؤساء المحاكمة المتدعية أو اللجان العامة الخاصة بكل محافظة لتقديم الدعم اللوجستي للقضاء في أثماء العملية الانتخابية وعملات الاقتراع وكذلك رصد أي مخالفات وأي شكاوة من المواطنيين سواء من خلال تقديمها للمحاكمة الابتدائية التي تكون هي المقر الرئيسي للجان العامة في المحافظات وكذلك القضاء في لجانهم الفرعية وكذلك الخط الساخن التي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات واستمرار هذه المراقبة والمتابعة للعملية الانتخابية من خلال ممارسة دورها وفقا للتشريع إلى الآن وفقا لتصريحاتهم لا يوجد أي رصد المخالفات تستمر العملية الانتخابية بهدوء وسلام التباين هو السماء السائدة إلى الآن في إقبال المواطنين على مستوى المحافظات الأربعة عشر وفقا لاختلاف الطبيعة الخاصة بكل محافظة شكرا جزيلا كنت معنا من غرفة العمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الزميل منذر أبو دوح شكرا جزيلا